أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن الهدف الرئيسي لمؤتمر كاب 27 الذي أعلنته مصر هو التركيز على تمويل المناخ والتكيف مع التغيرات المناخية وخلال لقائها بوزير المناخ الدنماركي أكدت وزيرة البيئة أن هناك أربعة موضوعات رئيسية مهمة تود مصر تبادل الأفكار حول كيفية التعامل معها مع جميع الدول هي الأمن الغذائي والزراعة والماء والطبيعة والتنوع البيولوجي